اعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة مسجلة تراجعا مقارنة بحصيلة أمس أين تم تسجيل 573 إصابة وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد فقد ارتفع إجمال الإصابات بفيروسية تجيئة في الجزائر إلى 192595 حالة فيما ارتفع عدد الضحايا بالفيروس في البلاد إلى 563 وفات بعد تسجيل 33 وفات خلال 24 ساعة الأخيرة